صباح الخير نكمل مع لينوكس في دقائق واليوم سنتعلم أكثر عن إدارة المستخدمين وإدارة كلمات مرورهم ففي الفيديو السابق قمنا بإنشاء مستخدم اسمه علي فإذا الآن إذا قمت بكتابة etc password grab علي سأجد أن اليوزر النايم لعلي هو علي وx تعبر عن كلمة مرور المشافرة الموجودة هي ليست موجودة ب etc password لكن هي موجودة ملف etc shadow ثم لدينا ألف وواحد هو المعرف لعلي ألف وواحد معرف المجموعة الخاصة بعلي ثم لدينا comment أن علي هو من class B أو من الصف الثاني مثلا أيضا لدينا مجلد ملفات علي موجود بهم علي والشل الخاصة به يابين باش معلومات كلمات مرور علي ستكون موجودة بملف etc shadow والفكرة هنا أن etc shadow لا يمكن الدخول إليه إلا الروت أو شخص مع صلاحيات الروت وبالتالي أنا استخدمت سودو هنا وسأدخل الآن كلمة مروري الخاصة بالروت وهنا سيظهر لي قيد علي فاسم المستخدم علي محارف طويلة جدا أو عددها الكثير هذه هي كلمة المرور المشفرة ثم لدينا رقم يعبر عن عدد الأيام من عام 1970 لوقت آخر تغيير على كلمة مرور علي فإذا أردت أن أعرف ما هو هذا الرقم فسأكتب date أو أعرف ما هو هذا التاريخ فسأقول من عام 1970 بالشهر الواحد باليوم الواحد أنا أريد هذه الأيام أن تخبرني ما هي تاريخها من عام 1970 فسأقول أن التاريخ هو 3 ديسمبر 2020 يعني قبل يومين قام علي بتغيير كلمة مروره آخر مرة ثم لدينا زيرو وهذه الزيرو تعني أن إذا قام علي بتغيير كلمة مروره الآن متى يمكنه أن يغيرها مرة أخرى؟ هل مثلا إذا أراد أن يغيرها الآن هل يمكنه أيضا أن يغيرها عدد لا نهائي من المرات؟ فإذا كان الجواب يمكنه أن يغيرها عدد لا نهائي من المرات فسنضع هنا زيرو فهذا الزيرو أن علي يمكنه أن يغير كلمة مروره في أي وقت دون محددات دون حدود دون أي مشاكل ودون محددات كما قلت إذا أراد علي أن يغير كلمة مروره الآن وأراد أن يغيرها مثلا أيضا بعد دقيقة فأنا سأمنعه من هذا الإجراء وسأقول له لا عليك مثلا أن تغيرها بعد يومين إذا أردت ذلك فإذا دعونا نجرب الأمثلة حتى نفهم أكثر فهنا أريد التعديل على هذا الرقم فسأستخدم change age هنا هذه الأداة سأستخدمها سأكتب هنا داش داش من days وهنا سأكتب مثلا عشرة أيام أو نقول خمسة أيام وسأقول لعلي enter جيد فإذا أنا أراد مرة أخرى عرض ملف ADC shadow فلاحظوا أصبح الرقم خمسة كان 0 أصبح خمسة فالآن علي إذا أراد أن يقوم بتغيير كلمة مروره سيقول له لا لا لن تستطيع تغييرها عليك أن تنتظر أكثر أن تغيرتها في ثلاثة ديسمبر فعليك أن تنتظر حتى ثمانية ديسمبر حتى تستطيع أن تغيرها مرة أخرى فإذن الآن سأقوم بإكزت والذهاب لعلي وأكتب كلمة مروره وسأكتب هنا password فسيقول لي ما هي current password ما هي كلمة مرور حاليا فسأقول هذا الرقم وثم سيقول you must wait longer to change your password ماذا يعني ذلك؟ عليك أن تنتظر أكثر حتى تستطيع تغيير كلمة مرورك لماذا؟ لأنه يجب أن تمضي خمسة أيام على تغيير كلمة المرور ثم يمكنك أن تغيرها طبعا خمسة أيام لأننا قمنا بتحديدها خمسة أيام فإذا نأكزت فإذا نتعود إلى هنا ومرة أخرى ADC shadow فبالنسبة لرقم خمسة هذا يسموه المين دايز أو مينموم دايز يعني عدد الأيام الأقل الذي يكون بين كل تغييرين لكلمة المرور طبعا هذه كلمة أنا أجدها صعبة لكن نحاول أن نفهمها أو هذه الجمل أجدها الصعبة الفهم يمكن أن نفهمها بهذه الطريقة إذا أراد علي أن يغير كلمة مروره الآن فمتى يمكنه أن يغيرها مرة ثانية بإرادته بمحض إرادته ليس موضوع إجباري هو أغيرها الآن يريد أن يغيرها مرة أخرى متى؟ مثلا بعد خمسة أيام من التغيير الأول بعد عشرة أيام من التغيير الأول أو مثلا لا حدود يمكنه أن يغيرها بأي وقت فإذا أردنا أن نقول لا حدود فيجب أن نضع هذه القيمة زيرو فلاحظوا سأكتب هنا مرة أخرى سأغير سودو change age وسأكتب هنا من دايز أو يمكن أن أكتب على فكرة سمول أم وهنا أكتب زيرو والقيد الذي أريد تغييره علي الآن إذا عدت مرة أخرى سأجد أن القيمة أصبحت زيرو فإذا قمت الآن بExit والذهاب إلى علي مجددا فإذا أدخل كلمة مروره وأكتب Password سيقول لي ما هي كلمة مرورك الحالية سأكتب 1, 2, 3, 4, 5, 6 وكلمة مرور جديدة سأدخل كلمة مرور جديدة فسيقول لي تم تحديث كلمة المرور لا يوجد أي حدود يمكن أن أغيرها بأي وقت طعونا نغيرها مرة أخرى فإذاً Password مرة أخرى فسأدخل كلمة المرور طبعا Current Password هي خاطئة أدخلتها بشكل خاطئ سأعيد مرة أخرى فإذاً فهو مرة أخرى نكرر عفوا أحيانا أنسى الكلمات فإذاً قام بتغييرها فإذاً هذه الفكرة يمكن أن أغيرها أكثر من مرة مرة أخرى نريد أن أغيرها فإذاً هذه الثالث مرة أنا أغير كلمة مرورة علي طبعا بين الحساب علي وبنفس الوقت بنفس الدقيقة لا يوجد أي محددات لتغيير هذه الكلمة فسأكتب هنا هكذا طبعا يجب أن أكتب Current Password فإذاً قمت الآن مرة أخرى بتغييرها فإذاً هذه الأشياء التي تجدونها هنا في الأعلى رسائل الخطأ أنا ب Password Not Unchanged هي لها علاقة بإدخالي لكلمة المرور أنا أدخلتها بشكل خاطئ فأخبرني أن هناك خطأ أنت أدخلت لكلمة مرورك الحالية بشكل خاطئ فبتالي لا يمكنك تغيير كلمة المرور لكن بالنسبة للإمكانية يمكن لعلي أن أغير كلمة مرورك طالما أدخلت كلمة المرور الحالية بشكل صحيح وقام بتأكيد كلمة المرور الجديدة بشكل صحيح فالآن سأقوم بكتابة Exit وأعود لحسابي السابق Clear Screen ومرة أخرى Etc Shadow وكلمة مرور الروت الخاصة به فالآن فهمنا معنى الزيرو فإذاً 120 يوم نحن تحدثنا عنها الفيديو السابق 120 يوم أن عالي يمكنه أن يستخدم كلمة المرور هذه لمدة 120 يوم بعد 120 يوم علي سأغير كلمة هذه المرور فإذاً ماذا يسمونها بالنظام يسمونها Max Days يعرفونها بهذا الشكل أن هي عدد الأيام الأقصى بين كل تغييرين لكلمة المرور أنا أيضاً أجد هذه الجملة صعبة الفهم لكن يمكننا أن نفهمها بهذه الطريقة أن خلال 120 يوم يستطيع علي أن يستخدم كلمة مروره بدون أي مشاكل لكن بعد 120 يوم عليه أن يغير كلمة المرور رقم 15 تحدثنا عنه أي أن قبل انتهاء صلاحية كلمة المرور سيأتي للشخص جملة تحذيرية أو عبارة تحذيرية تقول لها عليك أن تغير كلمة مروره فهنا بالنسبة لعلي قبل 15 أيام من انتهاء صلاحية كلمة المرور سيأتي له رسالة تحذيرية لنقرأ هذه الأرقام بشكل أوضح فماذا سنفعل؟ سنكتب سودود change age ثم سأكتب dash l وهنا أكتب علي اسم القل لاحظوا فستظهر لي المعلومات هنا فسيقول last password change آخر تعديل على كلمة المرور كان بخمسة ديسمبر هو تاريخ هذا الفيديو الباسورد expires بأربعة أبريل 2021 لماذا أربعة أبريل لماذا هذا الرقم لأن أنا قلت أن علي يمكنه أن يستخدم مروره لمدة أربعة أشهر من تاريخ التعديل كلمة المرور أربعة أشهر نحن الآن في شهر 12 بشهر أربعة على علي أنه غير كلمة مروره ثم يقول password inactive لما أشرح هذا هنا تركها account expires نتحدث عنها لاحقا ثم لدينا minimum number of days zero يعني يمكنه أن يغير كلمة مروره بأي وقت في محض إرادته إذا أراد ذلك يمكنه لا وجد أي حدود والرقم الثاني هو maximum numbers of days هو نفسه 120 يوم يمكنه أن يستخدم password خاصة بي لمدة 120 يوم بدون تغييرها لا مشاكل وعدد الأيام التحذيرية 15 أيام يعني قبل 15 يوم من انتهاء صلاحية كلمة المرور سيطلب سيعطي سيعطي المستخدم الشعار أو رسالة تحذيرية أن عليك أن تغير كلمة مرورك لأنها سيتنتهس لحياتها قريبا فإذا نكمل في الفيديو القادم لنتحدث عن هذا الموضوع كيفية إدارة password وكلمات المرور الخاصة بالمستخدمين لينوكس شكرا للمتابعة ونلتقي غدا